لأن البحث العلمي هو البوصلة في متابعة آخر المستجدات العلمية وانطلاقاً من ضرورة تبادل الخبرات العلمية والعملية مع الأطباء الاختصاصيين من باقي مشافي وزارة الصحة ومشافي وزارة التعليم العالي إضافاً للخدمات الطبية العسكرية أقام قسم العينية في الهيئة العامة لمشفى دمشق والجمعية السورية لأطباء العين ندوى علمية بعنوان القرنية المخلوطية بحضور عدد من الأطباء وأهل الاختصاص وعدد من الطلب الجامعيين وزارة الصحة تسعى دوماً وأبداً إلى تنشيط وتفعيل النشاطات العلمية ضمن إطار تطوير الطبي المستمر والتهيير والتدريب وخيال سنوات الحرب والسنوات القادمة إن شاء الله كان هذا موضوع أهمية في خلطها والسراتيجاتها لما لهذا موضوع من أهمية قصوى في إيصال المعلومة الحديثة في إيصال تبادل المعلومات والخبرات بين السادة الزملاء القرنية المخلوطية هذا المرض اللي هلأ بالفترة الأخيرة صرنا نكتشف أعداد كبيرة من المرضى وتشخيصه عالمياً هو نسبته تقريباً واحد على الفين عنا بسوريا في أحصايات مانا دقيقة جداً بس بتقول واحد على متين هلأ بعد تقدم الأجهزة التشخيصية للعين وتقدم الجراحة الإنكسارية وفحص المرضى مشان التصحيح البصر بالإكزايمر ليزر زادت التقنيات من اكتشاف هذا المرض ونظراً لأن هذا المرض يصيب الفئة العمرية الشابة يعني بين العشر سنين والأربعين سنة فبيأثر تماماً على انتاجية الشباب على هالطبقة اللي عم في قد الدراسة والعمال إلون أهمية الندوة هي من أن نحن نعرف على القرنية المخروطية نتطرق لأسبابها انتشارها من أن نتطرق لمقاربة مريض القرنية المخروطية شو العلاجات الملائمة إلو والعلاجات الخاطئة اللي لازم نتجنبها بشأن ما تفاقم حالته هذه الندوات كثير هامة أول شيء للتطوير العلمي المستمر للأطباء الأخصائيين الموجودين بالرغم من خبراتهم العالية بس دائماً العلم ما إلو حدود والأمر الثاني هو لتأهيل طلاب الجدود اللي هنا لساتهم بأول الطريق فهنا محتاجين لتطوير علمي ولأنه تنزرع ثقافة التطوير بعؤونه تشكل الندوة خطوة هامة لعلاج القرنية المخروطية ذلك المرض المقلق والشائع والذي يحتاج إلى بحث ودراسة معمقة في الكشف المبكر عن المرض كونه يساعد إلى حد كبير من إيقاف تطوره